رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى مصنع الفوليذ بمنزل بورجيبال بيرح على نتائج الانتخابات المحلية التي تم تنظيمها نهار لحد وقال أنه العزوف عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع هو نتائج رفض عامة التونسين لفكرة البرلمان ولابد من وقت ليسترجع التونسيون ثيقتهم في من تولون أمرهم لأن الديمقراطية النيابية لا بد منها وأضاف رئيس الدولة وفق فيديو تم نشره على صفحة رسمية لرئيس الجمهورية أنه ويفضل تقديم نتائج وأرقام حقيقية على أن يتم نشر نتائج مزيفة فوق 90% وجه خطابه إلى المنتخبين في المجالس المحلية وشدد أنهم مسؤولون أمام ما ننتخبوهم بغض النظر عن نسبة الأصوات التي تحصل عليها أصبب الأساسي هو في العزوف هو النتيجة لرفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان لا بد من وقت لأن الديمقراطية النيابية لا بد منها ولكن لأن التونسيين عاشوا في ظل برلمانات كانت سورية ثم في ظل برلمانات متكونة من مافيات في أغلبها وثم عزوف بنظر إلى رفض فكرة البرلمان من المفارقات أن التونسيين الذين استشهدوا من أجل برلمان وطني لا يريدون اليوم برلمان لا بد من وقت حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في من يتولى أمره وليعلم أيضا المنتخبون بقطع النظر عن نسبة المشاركة نسبة الأصوات التي تحصلوا عليها أنهم مسؤولون أمام الذين انتخبوهم دونك التونسيين ما تحبوا برلمان خاطر ما عندهمش ثقة يا أخي كمام عملنا لهم برلمان نوع من التغابية ذي ويسيم هو يظهر لي القاعدة أو المثلة اللي ينتبق على تصريح السيد قيسي سعيد هو ما وصلش للعنبة فقال قارسة السيد قيسي سعيد منذ جويلة 2021 انطلق في بناء ما يسمى بمصار البناء القاعدي وحط له بعض الأصص اللي من بين الملامح متاح الصلح الجزائي الشركات الأهلية واللي الأثنين فشلوا فشل ذريع المحطة الثالثة واللي هي نسميها النواة الأساسية لمشروع السيد قيسي سعيد فشلت فشلا ذريعا منقطع النظير وذي الفشل بالأرقام هاجر ما هوش تحليل أو انطباعة تعطي فيها المعارضة مش نعطي بعض الأرقام لنتائج الانتخابات المحلية هذه الانتخابات هذه هاجر فيها تقريبا 2500 دائرة في حدود 2500 دائرة أقل شوية فيها تقريبا أقل شوية عفوا فيها 2155 دائرة بالضبط 2155 دائرة منهم 26 دائرة ما صارتش فيهم انتخابات أصلا منهم 218 دائرة بما يمثل تقريبا أكثر من 10% من عدد الدوائر صار فيهم معناتها ترشح لمترشح وحيد بمعنى أنه غابت فيهم التنافسية في الانتخابات 763 دائرة فيهم مترشحين فقط بمعنى أنه الكونكورنس ضعيفة ياسر باعتبار أنه ما فماش خيارات متعددة للمقترعين هذو ما كلموهم مع بعضهم تقريبا الدوائر اللي ما فيهم مش مترشحين ولي فيهم مترشح وحيد ولي فيهم مترشحين واللي بالضرورة ما فيهم مش دور ثاني هجل لأنه ستحسم المنافسة فيهم في الدور الأول هذو من مثله تقريبا في حدود 50% من الدوائر أكثر من 1000 دائرة على 2155 بما معناه أنه في الدور الثاني عدد الدوائر المعنية بالانتخابات هي في حدود فقط نصف الدوائر المعنية في الدور الأول وهذا يؤشر على أنه النتائج في الدور الثاني ستكون أقل بكثير مما كانت عليها في الدور الأول نتائج الحقيقة أنا سميتها نتائج لاستحقاق انتخابي مهزلة ومسخرة يعني تقريبا في حدود المليون واحد على تسعة من عدد المسجلين في السجل الانتخابي وهو يظهر لي من أضعف الأرقام في العالم مش كان في تونس وحتى في تونس هو أضعف رقم تقريبا باستثناء الركور اللي حققته الانتخابات التشريعية معناه النسبة كانت تقريبا أقل ببعض النقاط في الفاصل فواضح جدا أنه الانتخابات هذه قد فشلت بالأرقام ومن ينكر ذلك يعيش في حالة إنكار ويعيش في حالة مكابرة ومش حابب يخزر للواقع في المرية وداير هذية من أسريب السيد قيس سعيد حتى في مسائل أخرى في المجال الاقتصادي والاجتماعي في مجال الحرية وغيره يتعمد السيد قيس سعيد معناه أنه يغطي عين الشمس بالغربال ويحلل خار البعيد على الخزمة ملاحظة هو روما ما أنكرش معتها لكنه برر بطريقة يمكن ما كانتش منتظرة أنه معتها العزوف خاطر كما قلت أنت هو عزوف للناس اللي مشيت انتخب لكن عزوف عن الترشح أيضا لأنه دوائر فيهم ما فيهمش مترشح ودوائر فيهم مترشح واحد أو سنين لون قال أنه التوينس اليوم رافضة لفكرة البرلمان هو الساعة خلينا نذكروا أنه الانتخابات هذه ماشي انتخابات برلمان انتخابات المجلس النيابي والتشريعي صارت معناها منذ مدة هذه انتخابات لمجلس معناها الوطني للجهات والأقليم بتبيعها والمجالس القاعدية اللي تحتو وهو التجسيد الحقيقي والأساسي للمشروع السياسي للسيد قيس سعيد رأسا المجلس هذه ليس موجود في العالم فما غرف ثانية في العالم ولكن الكونسبسيون هذه متع انتخابات محلية تصعد للجهات بالقرعة ومن الجهات تمشي للأقليم ومن الأقليم إلى مجلس وطني للجهات والأقليم هي كونسبسيون خلقها السيد قيس سعيد حسرا وفشل فيها كما فشل في باقي المشاريع متاعه فبالتالي هالأكذوبة هذه أو هالمحاولة متع المغالطة أنه نقوله أنه الشعب منتخبش لأنه كره البرلمان الشعب منتخبش زاده لأنه غير معناها مقتنع بالمشروع السياسي للسيد قيس سعيد مش فهمه ومش مقتنع بيه يعني حتى اللي فهمه مش مقتنع بيه ومن مقتنعين بيه أربع من الناس معناها رواد الحملة التفسيرية والمفسيرين الكبارة متاع قوية تونس الحرة واللي جلهم معناها انفضوا من حول السيد قيس سعيد اليوم وحتى مثلا في استحقاقات أخرى هاجر شفنا مفسيرين شفنا مفسيرين خرجوا فسروا مشروع البناء القاعدة تقريبا في انتخابات هذه المحلية ما فهميش الدستة المفسيرين هذه انعدمت من وسائل العلامة ومن مواقع التواصل ما صارتش حملة ومتنجمش تصير حملة هاجر لأنه اللي يعمل الحملات الانتخابية ويعمل التحشيد ويعمل التجيش هم الأحزاب السياسية هما الرافعة التنظيمية الأساسية للعمل السياسي بدون وجود أحزاب سياسية وحتى ناشطين مستقلين معناها مهم زادة وجود ناشطين مستقلين راهما نجموش نحكيه على حمل انتخابية ناجحة وبدون وجود مناخ عام وفضاء عام مفتوح للنشاط السياسي معناها ويضمن كل الحقوق والحريات لجميع المواتنين ويحفز مش فقط يضمن الحقوق والحريات ويحفز معناها بآليات مختلفة على العمل السياسي ما تجمش تنجح الانتخابات بتضيق على الفضاء العام بتضيق على السلطة القذائية بتضيق على الإعلام بتضيق على الجمعيات بتضيق على الأحزاب حتى على المؤسسات الدولة اليوم جايب لي معناها من ناحية لهائة انتخابية منتخبة وجايب لي هائة معناها انتخابية معينة من قبل شخص السيد قيس سعيد ويرنو إلى القيام بانتخابات معناها حرة وشفافة ونزيهة هذا في اعتقادي من قبيل العبث ما تنجمش تعمل انتخابات حرة وشفافة ونزيهة في غياب مناخ انتخابي معناها فيه قضاء مستقل وأعلام مستقل وهيئة مشرفة على انتخابات تتوفر فيها شروط الاستقلالية هو نفس الميساج الهيئة ولواني ديما نقول مش دورها الهيئة أنها تتبرر الهيئة دورها أنها تتراقب الانتخابات نفسه يقوله الرئيس أنه هكا علقين معتا النتائج ما هيش مزايفة هو هذي في إيحاء أنه هو ما قالوش بالتصريح ولكن قالوا بتلميح أكثر فظاثة من التصريح وهذا يعود على سيد قيس سعيد بالمعنى هذا يعود عليه هو بالأساس إذا اعتبرنا أن الاستحقاقات الانتخابية الفارتة هي استحقاقات انتخابية غير نزيهة وفيها تزيف وفيها معنى موصناش 90% يا راح لي لي موصناش طبعا هو قالها من قبيل الميتافور معنى في سيغة مبالغة ولكن إذا هو يعتقد في قرارة نفسه بأن الاستحقاقات الانتخابية السابقة هي استحقاقات مزيفة فحريون به أن يطبق هذه القاعدة للانتخابات الرئاسية التي صعدت السيد قيس سعيد والتي تقريبا كانت فيها نسبة مشاركة قياسية معناها تقريبا ثلاثة مليون انتخبوا السيد معناها شاركوا في الانتخابات وانتخبوا السيد قيس سعيد هما ستة مية تالف الدورة الأولينية لكن بعد الدورة ثانية ودورة ثانية ما نجموش نقوله إذا كانوا تصويت لي أو تصويت ضد يعني هذك زد هو في الحالات اللي كله هو ما شككش في طريقة اختيار الناخب هو شكك في العملية الانتخابية لأنه قال إنه حديش في المية أفضل من تسعة وتسعين في المية وذيك ما قلت في بداية المداخلة متاعي اللي ما يوصلش للعنب هيقول قارسة ما خلطش يعمل نسب محترمة صدقوني كان تلموا سيد قيس سعيد عمل خمسة استحقاقات انتخابية من 2021 عمل زوز استفتاءات معنى زوز عفوا استفتاء وزوز استشارات الالكترونية وزوز انتخابات كيتلموه في قالب بعظهم الكل ما يجيوش نتيجة متاع استحقاق انتخابي محترم في بلد ديمقراطي يعني كيتعملوا سوماسيون لكل ما يجيوش سبعين وثمانية في المية اللي هي نسبة محترمة في بلد ديمقراطي معنى كلها بعض الفوتات هذه 10% هذه 20% وهذا اذا اجزمنا او اقتنعنا بنتائج معنى هيئة الانتخابات التي نشكك في نتائج امتاحة لسبب اساسي وهو غياب استقلالية هذه الهيئة حتى اذا نتائجها واقعية وقريبة من الواقع فهي نتائج بالضرورة مشكوك فيها لانه تعيين اعضاء الهيئة تم من قبل طرف سياسي هو معنى الطرف في المعركة السياسية وليس تهيئة محايدة ومستقلة تقول انتي بو معنى ما انتش نشكك في كلمك اما دوري يمكن معنى بش نسألك زادة مش اليوم ما زل بكري شوية بش نفهموا عليش انتو هايسا معنى مش لازم شوية دراسات معنى مش لازم معنى نخرجوا للشارع ونشوفوا عليش نويسا عازفين معنى ما تفقب عليك انو معنى صعيب معنى كومبليكي هالبروسيس تعال مجالس المحلية والاقليمية والجهوية لكن معنى اليوم هل هي معنى سوء فهم ولا قلة فهم وإلا اليوم عزوف معنى لانو استقالة من الحياة السياسية اليوم بكش بكري شوية ما زال بش نفهموا هو انا في اعتقادي تحليل قادرين نقوموا بيه حتى قبل الانتخابات لانو واضح المشهد العام والتفاصيل واضح وضوح الشمس في كبيدي السماء انا في اعتقادي من هذا وذاك بش نكونوا موضوعيين من هذا وذاك فهم جزء منه الشعب التونسي سأئم الحياة السياسية وسأئم الشأن العام وكرهها العمل السياسي واللي خلينا نكونوا صريحين معنى جزء منه جزء من النقمة هذية جاية من العشرية الفارتة اللي معناها كرة جزء كبير من الشعب التونسي في العمل السياسي فهمة جزء آخر من الشعب التونسي عاصف بتبيعتهم العمل السياسي حتى في العشرية هذه مlamationش انتخب لهذا الجزء ربما اللي مphase انتخب بدون ربما وعي سياسي أو بدون قرار سياسي مسبق فد مناء السياسة فد مناء الشأن العام وعمل عملية الاستقالة متاعه ولكن فما جزء كبير ومهم جدا معناها قام بمقاطعة واعية وواعية جدا لأنه صارت المقاطعة حتى في استحقاقات سابقة صارت في الانتخابات التشريعية وصارت في محطات الاستشارة معناها زوز استشارات وصارت في الاستفتاء على الدستور واللي هما خليني يقول معناها جسم الأحزاب السياسية والناس الناشطين في المجتمع المدني وفي النقابات والناشطين في الفضاء العام وحتى المستقليل اللي عندهم حد أدنى من الوعي السياسي واللي عندهم قراءة سياسية تفضي إلى اعتبار معناها الوضع الحالي هو وضع معناها مهوش باهي لتوانسة مش بضرورة يكون التقدير مبني على قناعات سياسية نجم يكون مبني على قناعات فيها الجانب الاقتصادي والاجتماعي عديدة هي معناها الأبعاد ولكن فم جزء كبير ونرى فيه يوميا في الشارع قاطع هاته الانتخابات مقاطعة واعية ربما لأسباب سياسية ربما لأسباب تتعلق بتهديد مناخ الحقوق والحريات ربما تتعلق بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي ولكن فم جزء معناها قاطع مقاطعة واعية وفم جزء ممشاش انتخاب لأنه مش فاهم هذا المشروع السياسي اللي تقريبا تقريبا وأكيد أجزم بهذا الشخص الوحيد اللي يفهمه في البلاد هو السيد قيس سعيد حتى دستة المفسرين لم يتجرؤ على تفسيره معناها يوصل رئيس هيئة الانتخابات أو عضاء في هيئة الانتخابات يخرجوا معناها في برامج إعلامية ويبدأوا سمحوني في الكلمة يهزوا من جيب ويحطوا في الخابة معناها يجتهدون من عندهم مساكن قاعدين يجيبوا من حبش نقول مساكن لأنه في اعتقادي هم متورطون في هذا المشروع التدميري للدولة ولكن يوصلوا هم يجتهدوا من عندهم ويجيبوا معناها في ولو يعطيوا حتى في مواقف سياسية وفي تبريرات شفنا حتى في الاستحقاق الانتخابي التشريعي رئيس الهيئة ولا يعطي في تبريرات عليش نسبة نسبة الأقبال 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 الضعيف وقريب يخرج يسبنا خلاص الموضوع خلاص الموضوع أنا نحب نقول أنه هذا النظام هو نظام لا يصلحوا ولا يصلحوا ولا يستصلحوا عبارة على بنية خاربة فيها عرسة واحدة العرسة هذه اسمها السيد قيسي سعيد والعرسة هذه السيسم تحها خايخ وخارب السيد قيسي سعيد لا عنده تصورات لا عنده برامج لا عنده حلول وما عندهش مش على خطر هو ما يحبش يكون عنده على خطر ما ينجمش يكون عنده ما ينجمش يكون عنده لأنه فاقد فاقد للأهلية معناها أو عفوا للقدرة على التفكير بموضوعية والقدرة على تحليل الواقع بشكل دقيق وشكل علمي فاقد زادة للدراية السياسية ما هوش محيط به ناس عندهم الكفاءة وحتى القلة القليلة اللي عندهم الكفاءة معناها مش قاعد يسمع فيهم وشفنا حتى درنير موك فاش ربما من القلة القليلة من الأشخاص في يتي الحكومة اللي عندهم ما محترمين وعندهم حد أدنى من الكفاءة اللي هو السيد سامير سعيد تمت الإقالة متاعه معناه لأنه اختلفوا مع السيد السيد قيس سعيد بالتالي السيد قيس سعيد أنا خليني يقول معناها خلاصا بعد عامين من الحكم الانفرادي معناها استنتجت أنه شخص معصوم من النجاح من النجاح مش نجاح شخص فالح فقط في التهديم وفيشل في البناء الحكم معناها الانفراد بالقرار معناها أكيد معناها كيبش تبني ماهوش بالضرورة هو الحل ولا رو كاننا في الثلاثة وعشرين سنة ولا اللي قبلها خرجنا معناها من اللي احنا فيه بالعكس حالتنا زادت سائت اليوم مازلنا بش نحكيه على الانتخابات المجلس المحلية هوني رئيس مجلس نويب الشعب إبراهيم بودابيلا يأكد خلال إشرافه اليوم على اجتماعات عدد ميناء اللي جان يأكد على ضرورة القيام بالتقييمات اللازمة لتدعيم الإيجابيات وتفادي النقاص والاستعداد لدراسة مشروع القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين الغرفتين بطبيعا نحكيه على البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم عبر الاتلاع على التجارب المقارنة وأبرز أهمية مجلس نويب الشعب في ظل نظام الغرفتين ودعى أبو دربالهوني لتقديم لحظاتهم ودعى النويب إلى تقديم لحظاتهم ومقترحاتهم لتدارس واستخلاص رؤية منبثقة عن مسار تشيروكي لتطوير العمل البرلماني بما يخدم مصلحة الشعب التونسي والبلاد وشدد على لضرورة العمل على استرداد ثقة الشعب في المؤسسة النيابية والتخلص من الصورة النمطية الموروثة وفق بلاغ صادر عن البرلمان استرداد ثقة الشعب في المؤسسة النيابية جزء تعليق صغير هو وراه معناها يمكن معتها اللياس معناها يقول معناها أحنا معناها قاسين مش ولا فما يكون يقول كي نبر لنا قاسين ولا نبر وإلا فما حتى يقول كلمة ولا يشك مش هيدا بالعكس يعني بعد معتها اللي صار في الفين واربعتاش بعد الفين وواحداش بعد الفين وواحداش معناها الكلنا معناها وطبقة وجزء كبير معناها عديد القطيف من معناها الشعب التونسي كان عنده أمل معناها في التغيير اليوم حتى كان معناها يحسوها تنبير رهو بمرارة معناها بحزن مش مش خطر الناس معناها جزء تحب معوش معتها بعقلية الفيراج متاع الكورة متاع فريق يكربح وفريق يخسر يعني هذي الغيزون مو وفريق وفريق خدمة بيه شوية الأحزاب في العشر السنين اللي فاتت كان معايا رك ضدي فهما أحزاب رهي جيشة ناس بش تحارب معناها إلكترونيا وحطف المعطف الفضاء العام النس اللي مخالفتها في الرأي فكل إنسان بعض يستلم الحكم قعد تقريبا يستعمل في نفس الأساليب يعني صحيح بيفقدت وتعليق على مسألة البرلمان بغرفتين وغيب القانون اليوم حد لأني بشي التوضيح راه خليني يقول جل المعارضة السياسية في تونس لا تعارض فكرة برلمان بغرفتين لأنه البرلمان بغرفتين وموجود تقريبا في جزء كبير من الدول الديمقراطية في العالم وهي فكرة محمودة وفيها أشكال أشكال مختلفة المعارضة هي لفلسفة معناها بناء الغرفتين ولمصدر تأسيس لهتين الغرفتين يعني الغرفتين ذوما نورمال يكون فم هيكل تأسيسي يشرع ويؤسس لمجلس تشريعي بغرفتين يكون الشخص رئيس الجمهورية هو من يقرر لي معناها التأسيس لبرلمين والبرلمين هو الذي يؤسس للغرفة الثانية ذي رأوا ماذا بينا بربي المختصين في القانون يعطيون قراءتهم كيفاش سلطة تشريعية تلعب دور التشريع والتأسيس رائعي فما خلال القانون يذول سيد قيس سعيد هو قوسين فقط وأمر حتى في مجال اختصاص والمجال الأكاديمي هو معناها إنسان بسيط جدا حتى في الحقل الأكاديمي معناها من اللي تخلي يقرر اللي يتخرج هو أستاذ مساعد ولا يعرف له لا كتاب ولا مقال لكنه اختصاص يبقى كتبدأ أنت حتى في اختصاص كفيش راك ما تجمش تنجح في مناسب أخرى خاصة أنك تكون مناسب مهمة كما رئيسة الجمهورية كان أنت كأستاذ لم تتألق ولم تتميز على باقي الزملاء متاعكم اللي دخلت لانتقعت وانت في نفس المنصب ولم يعرف لك لا كتاب ولا مقال ولا رأي معناها في مجال القانون فلا ينتظر منك أن تنجح في منصب بأهمية منصب رئيس الجمهورية عودة على تصريح السيد إبراهيم بودربان في علاقة بالمجلس النيابي هو لحقيقة المجلس النيابي هذا فاقد لثلاث حاجات أولا فاقد لشرعية قانونية ودستورية لأنه جاء بناء على معناها منظومة فيها انقلاب حسب اعتقادنا على دستور 2014 باعتبار أنه عملية الانتخاب متاع المجلس الكل بالنواب الموجودين حاليا باللي ما مصعدوش لكلهم تقريبا في حدود 11% يعني كنحسب مشروعية النواب المتواجدين حاليا مع بعضهم بشيجيونا في بعض مئات الالاف ما يوصلوش حتى تقريبا المليون ثلاثة فاقد لمشروعية الانجاز باعتبار أنه تقريبا عام منذ تنصيب هذا البرلمان ما شفنا حتى إصلاح يذكر لا على المستوى الاقتصادي ولا المستوى الاجتماعي ولا على مستوى مناخ الحقوق والحريات فقط بعض القروض معناها اللي كانوا ينقضوا في البرلمانات الفارت يقولوا هي برلمانات القروض تقريبا عدد القروض اللي تم تمريره في هذا البرلمان في الفترة الوجيزة قد يفوق ربما عدد القروض يتم تمريره في سنوات أو في دورات معناها برلمانية سابقة واللي حتى في الامتحان الوحيد اللي تحط فيه هذا البرلمان وهو امتحان المصادقة على مقترح قانون حول تجريم التطبيع بين هذا البرلمان أو أنا سميه برلمان الدماء المتحركة والدماء الكرتونية بين أنه تابع لرئيس الجمهورية باعتبار موقفوا الرافض لهذا مقترح القانون هذا سحب البرلمان مقترح القانون ووعدوا ويتوجلهم على طريق منبر إكسبريس وعدتوا يا سيدة نواب أنه بعد المصادقة على قانون المالي أنكم بيشتعودوا تطرحوا مقترح قانون تجريم التطبيع ولكنكم أخلفتم الوعد أنكم سحبكم لهذا القانون ما كانش من منطلق قناعة ما كانش من منطلق أولوية المصادقة على الميزانية كان من مطلق تبعيكم للسيد رئيس الجمهوري هما قالوا بشير جوع ما خلينا توافل القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين الغرفتين توافل الغرفتين بخيسك موجود معتها مزيل دور ثاني مش توجد معتها الغرفة والقانون ما فاميش انتخابي تبدأ والقانون ما فاميش نستمع في أحدى الإذاعات الشقيقة لسيف الدين العبيدي عن منظمة شبكة مراقبون وسيف من الناس اللي يفسروا مليح العملية الانتخابية ونتائج الانتخابية من أكثر الناس اللي يتقنون معناها مجال العملية الانتخابية معناها الخلاصة اللي خرجت بانه وسيف الدين العبيدي ما فهم حد شيء معناها الناس الناشطة في مجال مراقبة العمليات الانتخابية ما هيش فاهمة مشروع البناء القاعدي هذي وعملية التصعيد وتفاصيل عمليات التصعيد فما بالك بشيفه مو سيدا نواب مع كامل احترامتي ليهم ولكن جلهم مستواهم الفكري والأكاديمي والعلمي والسياسي ما يخولوا لهمش انهم ينجموا يفسروا هل جمالة فالغ واسي ميزارة هو رو كانت خليني نكمل فقط الجملة الثانية تفهم ما يخولوا لهمش يفسروا الأفكار العظيمة والكبيرة اللي يحط فيها السيد رئيس الجمهورية معنى هما أدنى من انهم يفسروا الطلامس هذه أو الشعوذات متاع نظام البناء القاعدة الفكرة اللي نحب نقولها خطبش ما نتحوش في التوصيم لأنه فما ناسر هي وصلت في الدنيا هذي في العالم هذي رو من غير مستوى تعليمي كبير قلت الفكري قلت العكس تماما معنى المعنى المقصود هو العكس بمعنى انه السيدة النواب يعتبرهم السيد قيس سعيد كما يعتبر بقي أنه خب أدنى من انهم يفسروا مشروعه معنى أنا أنقض قراءة السيد قيس سعيد وعلوية السيد قيس سعيد والاستعلاق السيد قيس سعيد مش معنى مستوى السيدة النواب السيغة كانت فقط فيها نوع من التهاكم فقط اي اي فهمت شوي فهمت شوي فقلت انه المشروع غير مفهومة غير واضح للمعالم ونقريت حتى بعض المحاولات بعض الكتابات اللي تفسر مشروع البناء القاعدة واللي مهما تحاول تفهم فيها هاجر دي ما تبقى فهم نقاط غير واضحة المعالم هذا واحد اثنين لأصل في الأشياء لو لما نقدمه على استحقاق انتخابي صلاحيات المنتخبين تكون واضحة قبل العملية الانتخابية لأنه الناخب انتخب إكس ولا إجريك بناء على شنوها انتخبه من المفروض بناء على برنامج انتخابي يكرس ويفصل الصلاحيات الموجودة بالقانون اليوم نسمع في مترشحين للانتخابات المحلية اللي يوعد بيش يجيب العلفة للفلاحين واليوعد بيش يصلح البنية التحتية واليوعد بيش يعمل مواطن شغل وانا ريني نتفهمهم الناس هذوم لانهم معناها كما اللي تايشوهم في البحر وقالوهم هما ما يعرفوش يعومهم من المفروض الأصل في الأشياء أنه يصير معناها سياغة قانون أساسي ينظم عمل مجلس الجهات والأقاليم وينظم العلاقة ما بين مجلس الجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب الكرتوني الحالي وبعد نقدمه على الاستحقاق الانتخابي معناها مجيش لحسير أقبل الجامعة فرضا تعطلت سياغة قانون المنظم لمجلس الجهات والأقاليم كيفاش فيا بدوا يخدموا معناها النواب جدد هذا هو معناها اليوم معتا وكأنه دنيا معتا مشيت بالمقلوب يعني مجلس تقريبا توجد يعني بداية انتخاباته ولكن العلاقة بين الغرتين مازلت معتا القانون اللي نظم العلاقة مازلت ومازلنا مش تحكيه على زيارة رئيس الجمهورة قائل الصعيدة مقبل نسمعه عنوين الأخبار اللي مش تسمعه في نشرة مفاصلة ستنس مع السهيلة الصمعي ومبعد إيكوسبوغ مع إسلام المدد مازلت وتسمعه في الماغي إكس بريس معايا زين بن الباستي واسيم لحميدي أمني وتقوى في الإخراج ودورتنا في الأكتويته وفي زيارة رئيس الجمهورية المصنع الفولاذ أكد داخلي للزيارة هذي أنه هناك من يحاول التفويت في مصنع الفولاذ إلى مستثمر أجنبي مقابل خمسين مليار سنة ألفين وسبعتاش وصف المحاولة بالإجرام المقنن كما أشار إلى أنه تم تسريح ألفين عامل سنة ألفين وثلاثة دون إعادة فتح أبويب انتداب والفتح لأنه النشرة التجاري للمصنع سجل لأول مرة خسائر بلغة ثمانية فاصل ثلاثة مليون دينار نتيجة لسوء التصرف وفق قوله كما شهدد على أنه لا مجال للتفويت في مصنع الفولاذ لألخواس وأكد أنه شبكات إجرامية تسيطر على الملف في قطاع الحديد وبيش تحمل المسؤولية وقال بخصوص شركة الأهلية أن الدولة تسير في هذا الطريق رغم العقبات من قبل بعض المشرفين على الإدارات ثم القطاع الأهلي إن شاء الله اللي مشير فيه بالرغم من العقبات اللي قاعدين نشوفوا فيها من قبل بعض الإدارات أو بعض المشرفين على الإدارات الذين يحنونه إلى الرجوع إلى الورع ولكن التاريخ لن يعود إلى الورع الشركة مذكورة الاسم مذكور وموجودة من زلط فضلا عن مدن أخر يولي احتكار من قبل شخص واحد إذا كان مش يولي احتكار من قبل شخص واحد فالدولة هي التي تحتكر كما الأعلاف مشاء الله طاو يخرج الأمر قريب إلى ديوان الوطني للأعلاف تحمل الحرية خلي ناسهم تختلف وثم قطاعات الحيوية كما الفلاذ وكما الحليب وكما السكر السكر كان تونس وقت ورعته من الجريدة نية التجاه في عام 75 إلى بالنسبة للسكر إلى الوصول إلى 700 ألف طن في مصنع باجة شفتوا مصنع باجة في أي حال حكاية التفويت من 2017 كانت قامت عليها بوليميك وقت المقصود بالشخص يحب يبيع مصنع الفلاذ المستثمر أجنبي هو عبد الفاتح مورو المستثمر إيطالي وعبد الفاتح مورو كان استنكر وقال لي يخي صاحبي بالنفرج وقتها خرج تسجيل في مجلس نويب وقامت معتها عليها للدنيا دوك هيدا شنو يحكي عليه قيس سعيد لكن حكي تصريح الألفين عامل في سنة 2003 هو قال تصريح ألفين قال معتها دون إعادة فاتح أبويب الانتداب منعرش اليوم مش عاود يتحل باب الانتداب أو معتها شنو اللي يصير معتها بعض هالخطاب هذي ساعة هجر قبل ما نجيوا لي زيارة مصنع الفلاذ فم بعض الملاحظات العاملة ماذا بينا نسوقها الملاحظة الأولى أنه السيد قيس سعيد نحب نقوله الدوران في المعامل ما هوش برنامج حق يعني تقريبا مرة أو مرتين في الأسبوع من مؤسسة عمومية ومؤسسة عمومية من مؤسسة خاصة إلى أخرى كل يوم خطابات عصماء وفيديوات مسجلة والدرون تسجل من الفوق والكرتاج متاع الرئاسة والأموال دفعي الضراء بنصرفوا فيها وفي الأخر معناها حل الصورة تلقى خيد كل زيارة تقريبا يقوم باقي السيد قيس سعيد يعقب خطاب فيه توجيه لاتهامات المتأميرين والخوانة والمحتكرين وتقريبا منذ عامين يعني كناخدوا مثال الحديد من أولى الزيارات اللي قام باقي السيد قيس سعيد بعد 25 جويلة هي زيارة معمل بيرم شارقة معمل الحديد بيرم شارقة وشفنا عملية المداهمة كيفاش فيها الطابع فولكلوري ومن بعد حل الصورة تلقى خيدة معناها السيد مزل يخدم على روحه وما عنده حتى شيء وواضح كانوا أنها كانت في إطار نوع من الفولكلور السياسي فقلت أن الدوران في المعامل ما هوش برنامج حكم والسيد قيس سعيد في دستور 2022 الذي لا نعترف به كما لا نعترف بحكم السيد قيس سعيد قال بالبنطة العريض أن المهمة الرئيسية لرئيسة الجمهورية هي الضبط السياسات العامة أنا نقترح عليه بدل الضبط السياسات العامة بالدوران في المعامل لنوضيع تقريبا الشغل الشيغل للسيد قيس سعيد اثنين حتى في الدوران في المعامل أنت مطالب تعطي حلول أنت اليوم رئيس جمهورية تملك كل الصلاحيات تملك معناها السلطة التنفيذية برأسها لأنه أنت تترأأس معناها أنت رأس السلطة التنفيذية كرئيس الجمهورية وأنت تعين رئيس الحكومة وتعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها أنت في فترة من فترات كنت تحتكر التشريع واليوم عندك حق المبادرة وعندك الأولوية في المبادرة التشريع أنت مسيطر بطريقة أو بأخرى وحتى بسلطك الاعتبارية وبخطابك الرئاسي على السلطة القذائية اللي حاولتها بنص دستورك إلى وظيفة قذائية أنت ألغيت الهيئات التعديلية وألغيت كل معناها حتى الهيئة الدستورية أو الهيئة القذائية الوحيدة اللي كنا كتوين صنعتهم وأنها تتعمل المحكمة الدستورية اليوم السيد قيس سعيد عنده المجال أنه يعملها لأنه العملية مفياش اختيار يجر في المحكمة الدستورية فيها فقط تعيين وما معينش يعني السيد احتكر كل السلطات احتكر الفضاء العام احتكر كل مجالات الفعل السياسي في المقابل في كل زيارة يقوم بها يبدأ يلقي في الاتهامات والتلميحات دون تقديم حلول وتقديم تصورات يعني تقريبا ما فما حتى زيارة مليقا بهم السيد قيس سعيد بعد الزيارة اتحلحلت الوضعية وأنا قلتها في إحدى القنوات التلفزية قلت كل حاجة السيد قيس سعيد يحط فيها يده تتعدى من وضعية الأزمة إلى وضعية الضمار الشامل نهارة اللي يحكي على الحليب نتعده من أزمة متاع فقدين حليب في بعض المناطق معاش نلقاول الحليب جملة مشكلة في السكر هو يتكلم عليه ويعمل زيارة السكر يتقطع تماما مشكلة في الزياد هي المشكلة هوني في الدياغنوستيك في حضيته خطروا أزمة الحليب فما عنا سنين مش في الدياغنوستيك فقط حتى في الفهم مش نعطي مثال مثال حي صار التوانسة في الفين واثنة وعشرين وذي ما نرجوش نحكي عليه خطر الناس اللي ذرت منه واربعة من ناس ومسيح رجال عمل ولكن عددهم قليل سيد قيس سعيد جاء في أول الصيف متاع الفين واثنة وعشرين مش يعمل بعض المدهمات على الدبوات متاع تخزين متاع الماء وقال هذا ما يحتكرون في الماء وقضايا ترفعت ضدهم مش عارف شنيه هم مصانع لتصنيع الماء اللي ما يفهمش في الموضوع ذي يمشي يسئل لمعامل متاع الماء في الفترة متاع ربيع في ثلاثة شهور متاع ربيع معناه يقوموا بعملية الانتاج والتخزين لأنه قدرتهم على الانتاج في الصيف ما متلبيش الحاجيات يعملوا انتاج في الريبيع ويعملوا استوك متاحهم ومعامل المنتجة راو ما هوش ناس تشري وتعمل في استوكاج الناس هذو ما فيهم توشكون معناها عنده قضايا في المحكمة لأنه قاعد يعمل في استوكاج المنتوج اللي هو ينتج فيه شنيه نجر على هذي؟ نجر أنه في الصيف متاع 2022 عزنا أزمة كبيرة في المياه المعالبة اللي هو تقريبا عمرها معاشتها تونس هذا منين جاي جاي من أنه الشخص الحاكم الذي يحتكر كل الصلاحيات ليزي كما قلت قبيلة ما عندهوش القدرة لهذيك طبيعة الطبيعة الأشياء وذيك الحقيقة السيد لا عنده الإمكانيات معناتها بشيفهم الجانب الاقتصادي والاجتماع ولا حتى الجانب السياسي وما عندهوش ناس محيطين به لينوروه وليعطيوها المعلومات ما فاما حد حد قادر أنه يفهم كل شيء وحده يحيط به بن علي بن علي كان تقريبا حسب الناس المحيطين به كان إنسان بسيط جدا وحتى تعليمه ما كملوش بن علي بالناس اللي ما تعرش هذي ولكن الحاجة ربما لي كانت تحسب بن علي أنه كان محيط به ناس كفائي اليوم تشوفوا حتى معناها سيد قيس سعيد شكون محيط به معناها حتى رؤسي الحكومات اللي يجيب فيه معناها ناس زواولة ما زواولة معناها نحكي مش زواولة بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي معناها زواولة بالمعنى التكوين السياسي والفكري والديولوجي وغيره معناها سيدة نجلة بودانو سيدة أحمد حاشيني وقبلنا السيدة يشامل مشيشي أنا كان جيت معناها رئيس للجمهوري يصدقوني ثلاثة أسمائها ذم عمدة في دشرة متشورة متع تونس لنعينهم معناها ناس بوسطاء ولد لدارة معناها موظف يمشي ثمانية روح الخمسة هذيك إمكانياته معناها إمكانياته بسيطة فسيد قيس عيد محيط به معناها ناس كمسؤولين خليني بش ما نقولش كلهم جزء كبير منهم فاقدين للكفاة وحتى دستة المفسرين اللي يحاطهم معناها الكروني كورمتاعوا في الإعلام وفي الصحافة وفي غيره من المجالات تعرفوا المستويات متاعهم الناس فيهم الناس ما تعرش حتى معناها تفك الخط نرجع للموضوع قلت رئيس جمهورية مش فاهم دوره كرئيس ولما يقوم بالزيارات يعطي تشخيص بعيد على الواقع ولا يعطي حلول بالنسبة لمشكلة الفولاذ هو أشار لجزء من أصل المشكل ولكن كعادتي هي يحرف الموضوع ويبنيه للمجهول ويعمل تلميحات سياسية المؤسسة هذه كما جل المؤسسات والمنشآت العمومية تشكي من مشكل على زوز مستويات أولا المشكل المالي المؤسسة هذه في فترة بن علي قبل العشرية اللي يرقبونها بالعشرية السوداء ورطوها معناها ورطتها المنظومة السابقة في أنه تقوم بعملية اشتراق متاعها كمية كبيرة متاعها حديد وبأثمان معناها مرتفعة ومعناها عملت صفقات خسرت فاهم بعد فتكبدت أعباء مالية كبيرة وتقريبا في الفترة هذيك في مقبل للثورة تقريبا وصل العجز متاحل أكثر من مئة أكثر من مئة مليون دينار وصرت لها مشكلة أخرى اللي يحكي عليها زيدا سيد قيسي سعيد اللي هي مشكلة الفرن العالي اللي هو كان ينتج تقريبا النسبة الأكبر من الحديد اللي تم الغلق متاعه واللي فما ربما الناجم يكون جاء ناجم عن تقصير من قبل المسؤولين كما زاد فما أسباب أخرى وقعية لأنه المخزون متاع الدولة من ميناء الحديد ما وش نفسه اللي كان معناها في أعوام التسعينات إضافة إلى هذا فما مشكلة حاكمة تعاني منه شركة الفوليات كما تعاني منه كل أو جل المؤسسات والمنشآت العمومية منها معناها ارتفاع عدد الموظفين منها معناها مشاكل في عمليات معناها إدارة مجلس الإدارة متاحة منها عدم مواكبة التطورات التكنولوجية منها وخاصة اهتراء معناها المعدات متاع المصنع هذية واللي خلينا نقوله ربما ما يتميز به القطاع الخاص على القطاع العام إنه قطاع متطور القطاع العام راو يعمل أنفستيسما في 2020 في 2050 تقريبا بتلقى حتى جل معناها اللي تم استثماره في البداية هو نفسه الموجود راه المجال الصناعي وذي مش نختم به هاجر يقتضي إنه كل يوم تقوم بعملات السيانة وبعملات التجديد إذا ما تقومش بهم راو الأسطول متاعك من يهترق وراو الوضع الاقتصادي والمالي بتاعك راو يصدري أكثر فأكثر جزا مو معتها أكل عادة معتها اتيامة مبنية للمجهول شبكات جرامية والإدارة معناها العقبات الإدارة معنا نفقناك بالعقبات تعل الإدارة كانك معتها حكينا على الشركات الأهلية وقت السنين وحنا نقوله راهي الإدارة تعطل على القليلة كما تعطلناش معتها كما تعاونناش ما تعطلناش هذا اللي ديما نقوله خامشي والنوردين الطبوبي من عمل اتحاد العام تنسي لشغل نوردين الطبوبي يفيد بأن الحوار الاجتماعي يشهد تعثر ولا يمكن القول بأنه يعيش أحلك فتراته أضاف الطبوبي في تصريح علامي على همش نعقاد الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل أن الحوار الاجتماعي هو دلالة عميقة لتطور الشعوب ونضجها بحوكمتها ومجتمعها المدني وشدد على أنه لا يمكن حل الخلافات إلا عبر الجلوس على طويلة الحوار وصف الطبوبي الوضع الاجتماعي باستعب للغاية في ظل فقدان المواد الأساسية والأدوية وعبر عن خشته من أن يؤدي الوضع إلى انتفاضات اجتماعية يصعب تأثيرها والتحكم فيها نجموش نقوله أحلك فتراته الحوار الاجتماعي في تونس وأنه ما ثم تعثر وأنه هذه الكلمة السحرية الحوار الاجتماعي وهو الحوار الاجتماعي يره دلالة عميقة لتطور الشعوب ونضج الشعوب بحكوماتها بمجتمعها بنقاباتها ويقول ما نجموش اليوم باش نحلو خلافاتنا ما نجمو نحلوها إلا كي كي من نبدو على طاولة ونبدو نتناقشو وتبدأ تقنعني ونقنعك واليوم الحوار عليش اليوم في تعثرات لأنه تشوف أنت الوضع الاقتصادي واليمكنية المالية انت على الدولة شنين موجود فيها فهم إيجي حط على الطاولة وقل رو عندي صعوبات واليوم رو من نجمش وكي ضحي معاك الخدام ونضحي معاك الحركة النقابية رغو دو مش تلقى معاك مكتسبات أخرى اللي مش تعاوض لها اليوم الوضع الاجتماعي صعب للغاية اليوم تدور مقدر الشرائي كبير غياب المواد الأساسية معناها كيف كيف الأدوية الحياتية كيف كيف فموضع صعب صعب وأصعب منه مثل ماش وكل خوفي أن اليوم الناس اللي عايش في بهتا وناس اللي اليوم اللي جاعدة في حالة انتظار وكتشوف العكساتها معناها حتى في المستوى السياسي وغيره كذا أنه صبح التونسي كل يوم كيف يتدبر شؤونه اليومية هذا هو الهم الوحيد انتاعه اليوم وهذا خطر على المجتمع قيادة المنظمة تتعامل بهدوء تتعامل بكثير من الرزانة كم يقولوها الوضع الصعيب اليومي للتونسي وهذا ذول اللي كلنا نعرفوه الصفوف على الخبز على الزيت على السكر على الفارين على الروز على الحليب على ذول المواد الأساسية دونك قبلك حكينا على الانتخابات قلنا معتا الناس ليهي في مشاكلها اليومية جزء كبير منها دونك اليوم نوردي انتبو بيقول كان معناها انتفزت الناس روما نجمونا عملو حد شي في جانفي هو هاجر نحنا نحكيوله هنا أنا نقول جانفي مرة سيرها هو خطر في مخي ديما في جانفي تصير هو فما عديد الملامح على غلق الفضاء العام في الفترة الأخيرة وعلى التضييق على الأجسام الوسيطة اللي من بينها الترف النقابي وهذا يمنين اللحظو اللحظو مثلا من معناها المرسوم أو المنشور عفوا عدد عشرين لسنة 2021 القاذي بالتضييق أو تكبيل أو تعطيل عملية التفاوض النقابي بين الحكومة والترف الحكومي والترف النقابي واللي يتفضي إلى أنه كل مؤسسة عمومية وكل منشعة عمومية أو حتى المؤسسات الوظيفة العمومية ما يصير فيها تفاوض نقابي إلا بالرجوع إلى رئاسة الحكومة وذي فيها عملية معناها مركزة لقرار السياسي وفيها ضرب للعمل النقابي كيف ما مظهر آخر من مظاهر التضييق على العمل النقابي وهو معناها خليني نقول مجلس الوطني للحوار الاجتماعي اللي تعمل بمقتضاء القانون عدد 54 سنة 2017 تقريبا تحطف الفريقو من 2021 ما عملش حتى اجتماع نذكروا توانسل والمجلس هذا يضم ثلاثة أطراف أساسية الطرف الحكومي والترف النقابي الممثل للعماء والترف الممثل لمنظمة الأعراف واللي يؤمن معناها الهدف الأساسي متاعه هو تقريب وجهات النظر وإدارة الحوار الاجتماعي تقريبا تلت سنتين المجلس هذين ما عملش الاجتماعات متاعه واضح الهدف متاع السلطة واتواجه متاع السلطة أنها معناها ترنو إلى التضييق على الفضاء العام وإلى القضاء على كل أشكال الأجسام الوسيطة بما في ذلك المنظمة النقابية كما شارت التفارق للعمل تقتنقابي في التعليم هو مظهر من مظاهر لأن السلطة تؤمن بفكرة أساسية وهي معناها استحواذ شخص واحد على كل الصلاحيات وحتى يفوض جزء صغير من الصلاحيات لعدد محدود من الأشخاص ولكن القرارات الكبرى تبقى ممركزة لدى الحاكم بأمر فقط كلمة صغيرة على الاتحاد معناها نعتقد أن الاتحاد قد خفت صوته في الفترة الأخيرة لو صار واحد في المئة من يصار هذا في العشرية الفارتة لكان موقف الاتحاد أكثر أحدا مما كان عليه ويحكي معناها بسياسة معناها الطبوبة مقارنة بالفترة اللي فاتت خلينا نختم بالوضع واحنا معناها في آخر 2023 سي وفي وندخل في 2024 فما ناس ما زالت في الحبس اليوم ممنوع هو نعمل ما وإعلامين التداول في القضية نحن مناش ندوله في القضية وعلى الحالة متاع غازي الشواشي السياسي غازي الشواشي اللي نجلو ليس الشواشي وصف في تصريح الموزايا كفام وضع والده الصحي بالمتردي والخطير حيث لم يعد قادرا على المشي بسهولة والنوم من شدة الألام ألمت به على مستوى الظهر والرقبة وقال ليس الشواشي والدي دخل في حالة اكتئاب ويهدد بالأقدام على خياطة فمه احتجاجا على الظلم والقهر اللي يتعرض له كما قرر الدخول في حالة عصيان وعزلة في زنزانته رفضا التعامل مع إدارة السجن والوظيفة القضائية ومقاطعة مقابلة المحامين والعائلة وعدم أخذ الدواء رغم أنه يعاني من أمراض مزمنة آخر وسائل الاحتجاج بالنسبة للغازي حياته اليوم على المحق صحته حرجة بالنسبة لهذه آخر طريقة نيضالية قصية وية كانت حب شاكر أنه يحتاج بها على حساب صحته وعلى حساب حياته وعلى حساب كل شيء الغازي اليوم خليني نقول لك شاكر لكن نحن ما هبطناهاش في البيانة خذر كنا رفضين الغازي الشواشي المعتقل السياسي اليوم يهدد أنه خيط صمه ويكبل يديه وينجم يبعد يمشي لبعيدة على حساب صحته يا شاكر رافض رفض أقنعناه عن طريق العائلة أنه ما يدخل في ذراب جوع وحشي قال ساكت فيه معناه بالخبز وشرب الماء اللي توفر له في السجن ولكن قال أنا ساكت معناه بش نعمل جريف على الكلام على التواصل مع الجميع على المحامين حتى دورات المياه حتى يحجم لحيته حتى يمشي يدوج حتى يختسل يخرج لاريا يقابل العائلة يقابل القفة رافض كل شيء قال لك أما السراح أو الموت وبالتالي قرر يدخل في حالة العزلة هذية منذ إداعه بالسجن في خليل خمسة وعشرين في إبري الفين وثلاثة وعشرين لم يتم الاستماع لغازي الشويشي لا ليه ولا جماعة خمسة وعشرين في إبري الفين وثلاثة وعشرين مناش بمبعاد على العام ولم يتم الاستماع لغازي الشويشي نحكيه على قياد سيبقبل الطيارة الديموقراطي أوسين هو للأسف الشديد اللي كان يحكي فيه لياز تقريبا لكله سياح وذي مثبت حتى بشهادات المحامين اللي مطلعين على القضية واللي يتابعوا في وضعية السيد غازي الشويشي هما كل المعتقلين قاعدين يعيشوا في ظروف سيئة وسيئة جدا منذ أكثر من عشرة أشهر ظروف فيها حرمانهم من أهم مكسب معناه يتحقق من الثورة إلى الآن اللي هو مكسب الحرية فيها معناها خليني نقول تدمير للعائلات معناه اليوم العائلات متاحهم قاعدين يعانيوا في معاناة كبيرة لا يكفي هذه السلطة أن تنكل بالمعتقلين بسجنهم وحرمانهم من حرية والتنكيل بعائلاتهم اليوم تنكل بصحتهم الجسدية وصحتهم النفسية بالاستهتار اليوم غازي أشواش يعيش في وضعية صعبة ياسر وضعية صحية ووضعية نفسية صعبة وصعبة برشا عنده مشكلة على مستوى الظهر وتقريبا ما فماش تجاوب من قبل السلطة الإشراف بعض المسكنات بعض الأدوية معناها الخفيفة المسكنات القلق مازال موجود عنده ونتاج معناها القلق هذا سبب له في مشاكل حتى مشاكل نفسية لين ولا رافض أن يقابل حتى العائلة متاعه هاجر وحتى المحامين والمعتقلين وكان المنفذ متاعهم الوحيد متاع بشي تنفسه فيه بشي قابله فيه العباد هو الزيارات الأسبوعية ذيك اليوم غازي شواشي ولا رافضها تعبيرا منه على اصدراء الحالة اللي يصل لها وخلينا نذكره بربي لعل الذكرى تنفع المؤمنين ومش على خاطر السلطة الحالية قاعدة تستغل في بساطة ربما جزء كبير من الشعب وجنوحهم إلى نوع من العقلية الانتقامية والتشفي خليني نذكر أنه شخص هذا معناها مناظل ديمقراطي لم يعرف عليه لا فساد ولا انتماء لتنظيمات مشبوهة ولا تلقي أموال مشبوهة ولا تخابر ولا معناها التعامل مع أطراف أجنبية شخص هذا كان مسؤول في الدولة كان وزير سابق وكان نائب معناها والسيد قيس سعيد نفسه كان يشهد بمصدقيته كان يشهد برجاحة العقل أمتاعه بالنظافة أمتاعه اليوم لما اختلف غازي أشواشي مع قيس سعيد سياسيا وقال له كل مشاهيرة قلقت ياسر السيد قيس سعيد قال له معناها استقيل وتونضمنونك معناها خروج معناها خروج آمن منذ ذلك التصريح معناها والسيد قيس سعيد وسيد عفوا غازي أشواشي معناها يجد نفسه في سجن تحت معناها يافتات مختلفة وليافتات هذه استعملتها بش نختم هاجل بش ما نتولش كل الأنظمة الاستبدادية راي كل الأنظمة الاستبدادية تستعمل حاجتين أساسيتين حاجة الأولى هي القضايا متاع التآمر والتخابر وغيره والقضايا الأخلاقية فبداية اليوم بالقضايا متاع التآمر وطلفيق قضايا التآمر وإن شاء الله ما توصلش إلى المستوى اللي وصلت لمنظومة بن علي ولو أنها ماشي بعيدة عليها برشاني الفساد المالي والفيسكو وغيره وانتو كاليوم مع تجارس ولا نقوس الخطر على صحة غازي للشواشي يعني مهم جدا لأنه السجن لا يفقد حقه في الصحة مهما كانت التهمة ومهما كانت القضية فاصل ونسمعه ونرجعون بعد مع أشتاك